طيب أنا أعتذر منك دكتور مدني قاطعتك على الشأن الاتصال تفضل أنت كنت تتحدث عن القضية وتتحدث عن اللوائح الموجودة في الجهات القانونية في اتحاد كرة القدم القانون في هذه المباراة هو القانون الدولي على خطأ تحكيم بحر يشطب الحكم يوقف الحكم هذه المفروض تأخذ القرارات لما نقولي في الفقرة 12 على 5 يقولك إذا الحكم وجد أنه هو أخطأ في المباراة الخطأ الذي هو الفني الذي تعاد في المباراة نعم دكتور دكتور إحنا ممكن نكون متفقين في هذا الموضوع لكن المشكلة اليوم الموجودة عندنا من الجهة التي ممكن تبت في هذه القضية يعني إحنا شفنا قضية مباراة الاتحاد والقادسية لفت على كل جهة الاتحاد السعودي لكرة القدم إحنا نبي لجنة أو جهة عندها الأحقية بالبت في هذه القضية من الجهة اليوم في الاتحاد كرة القدم السعودي اللي ممكن تعطينا النتيجة النهائية هل معقولة بأن رابطة دولة المحترفين أصبحت جهة قانونية وممكن تبت في هذا الموضوع؟ ولا لا الحق ولا لا الحق أن تبت في القضية دي يعني ما أعتقد أنه لجنة المحترفين أو هذا لا الحق في هذه هي قد ما قال لك لجنة أنظيمية للبطولة والعقود الاحترافة اللي هي عن طريق الشركات اللي تيجي هذه اللي كلام أما أنه في الكرة لا طيب أنت لما تقول لي لجنة المسابقات لجنة المنزمة للجدول على أنه مباراة وأوقات المباراة لما يكون عندك تأخير وتقديم لظروف وهذه هي بتبحث لك كيف فين تحط هذه المباراة أنت من أنت عارف فين تحط القضية قضية تحكيمية قانونية عندك لجنة الحكام في العادة اللي تقرر وتشوف أما أنت بتبحث وترميل هنا وترميل واحد شانا بقول لك لو هم يعني بيقولوا اتحاد كرة وفي لجنة حكام وفي الأمور دي كلها ومعرفين القانون إيش يقول طب أرفع سماء الاتحاد دولي يقولوا عندي القضية دي إذا مرة يعني ما عندنا شي هدين مباراة مباراة لازم تعاد في خلال 24 ساعة 8 و 4 بالكثير احنا عندنا 26 يوم الحين ما عودت المباراة طيب أسألك سؤال الآن لو تبقى تعيد المباراة اللاعب القضية مسى النادي جات العقوبة انتهت كيف تحت عيد تعامل عقوبة تانية خرج منها هذا اللي صاير طب هذه المصيبة لما يكون لا مؤاخذة أقول لك نوع من الجهل في اتحاد كرة مو عارب كيف يسوي يا انك انت خايف يا انك خجلان يا انه جهل واحدة من دولة ما يتقل انت الآن في عندك فريقين وبينهم الاتحاد الداخلين ثلاثة فرق أصبحت على البطولة انت اليوم لو وديت الاتحاد لعادة في هذه الأيام وبين هذه وفاز الاتحاد ممكن حيتقدم في الدوري طيب يقول لك ليش ما عطيت له هي قبل كده فأمور أنا ما اعتقد انه الى الآن وقولها علني اذا الاتحادات اللي هتكون والناس اللي همسكوا في اتحادات الكرة محترامي لا شخصية ولا قوة وخوف لا حرام حرام تحطموا الرياضة السعودية او كرة القدم هذه الأمور هذه ما اعتقد انه افجديات كرة قدم وفيه قانون دولي تطبق عليه المباراة هذه لانه هذا الاتحاد الدول اللي حاطت قانون كرة القدم في المباراة اما الأشياء الجانبية انت في دوري حقك تبقى تسوي تسوي اللي تبغى لكن انظيم في الملعب على البساطة اخذها من نظام الدول هذا المعروف عند كل الحكام طيب وقالوه بعد الحكام خليني خليني اتجى الكابتن حمد بيخي يعني واسألك في نفس هذا الموضوع وفي نفس هذا المحور يعني اليوم انت شايف قضية مباراة الاتحاد والقادسية تحولت من الجهات القانونية في اتحاد كرة القدم الى خليني اقول ممكن جهة انظيمية اللي هي رابطة الدوري للمحترفين ليش احنا وصلنا لها المرحلة وليش احنا عندنا 26 يوم ما قدرنا نبت في قضية هل عندنا مشكلة في العاملين في الجهات اللي جان في الاتحاد السعودي للكرة القدم او في خوف من ردة الفعل اللي ممكن تصير بعد هذا القرار يعني عطني ايش السالف انا ماني فاهم ليش القضية وصلت الى هالمرحلة اخوي ابراهيم انت عارف ان الاتحاد يعتبر اتحاد وليد بهيكلية الجديدة فبالتالي هو كان يخوض تجارب كل الاحداث اللي صارت في السنوات الماضية فهو جالس يتعلم منها لانه انتقلوا من مرحلة كان الاتحاد عارف يعني وضعنا قبل ما يكون هيئة واتحاد وكان الاتحاد برأسة صحاب السمو وكان فيه قرارات تتخذ خلاص تحترم وكنا مشيين في هذا المسار الان حنا دخلنا في اتحاد منتخب اشخاص وزي ما قلت لك يعني هو ابدا منذ قدومه ضعفه وانشقاقه ما بينه هو وصل رسالة للشارع الكروي خصوصا للاندية ان الاتحاد ضعيف بدليل انت لاحظ كثير من المشاكل حصلت الان خلال الاربع سنوات في الاتحاد على مستوى كرة القدم في الاندية على مستوى المنتخبات اثنين انا لاستغرب لحقيقة انك لجنة الاستئنافة الان اذا هي قانونية هل هي تعي ان هذا رمي الكرة في ارجاعها للهيئة قرار سليم هي كانت تحدث فاضح حقيقة انا وقاعدت تنتقم من اشخاص في الاتحاد ها ذكراتي لان هما القانونيين ايها طيب انتو حطوا قرار طيب هما ما حطوا قرار وهذا التساؤل يعني لو قالوا هما لا هانا قرارنا ينقذ قرار المسابقات وتعاد المباراة طيب هما لش ما عادوا لم يعد inclined طيب يا كابتن ليش احنا وصلنا لهذا المرحل هنا سؤال ليش هي لم تخذت قرار السؤال الي para لماذا هي لم يخذت قرار هي لم تخذت قرار تركت المجال مفتوح لا قالت المباراة تعاد ولا أهيدت قرار لجنة المسابقات وهذه الكارثة حقيقة وأنا زي ما قال لأخ سهيل المفروض الرابطة تقول ما تدخل في هذا الموضوع لأنها لو دخلت بتدخل نفسها في نفق أرضف إلى ذلك أنت ذكرت اليوم في التقارير طبعا أن القادسية أيضا يبقى يعيد المباراة مع الرائد نعم في مطالباته في بيان رسل اليوم فأنا شوف أن الاستئناف يا أنه في مشكلة بينه وبين أحد الأعضاء أو الآخره وحبت أنها تفتح قضية جديدة وهذا اللي واضح لي لأنه أنا أقول السؤال اللي واضح يا الاستئناف أنتوا ليه ما خدتوا لنا قرار إيش قراركم طيب مونتم قانونيين طيب كابتل ليش إحنا وصلنا لها المرحلة ليش وصلنا لمرحلة أن الجهات القانونية في اللي جان الاتحاد لكرة القدم ما يتخذون القرار ليش وصلنا لها المرحلة هنا سؤالي هنا أكثر من علامة الاستفهام أنت كيف تفسر هذا الوضوع ما في أشياء واضحة ما هم ما هم اسمع لي حنا اختلفنا أن هذا الخط فني أو إداري القانونيين قالوا أن هذا الخط إداري خلاص حنا نحط هذا كنموذج لنا أنه قانون جديد إن ما حدث هذا هذا خط إداري لو حدث في المستقبل إداري على فكرة طيب لو حدثت هذه المباراة في الجولة رقم 26 شو السال فلان هل بندخل في كاس الملك وبنتوج البطل بالدوري بعد الجولة 26 وبنرجع نحتاج ونفتح قضايا والبطل خذ الدرح يا جماعة أنا قلت لك مع الأسف لا حسة واستشعرة إن لجنة الاستئناف أرادت أن تحدث بلبلة لأنها لا أخذت قرار ولا أهدت قرار اللي هم الفنيين اللي 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 المسابقات اللي هو مرسو أصلا جاه من خلال الحكام أصلا طيب طيب يا كابتن فخلاص يا أخي ابدأ بالنقطة هذه اللي هم قروها لجنة المسابقات إن هذه لائحة وحطها عندك الآن مشكلة تعرضنا لها وهذا الحل اللي بيكون لو حدثت في المستقبل خلاص حنا نوقف عند النقطة هذه إننا نرجع نقول والله في عام كذا حدثت في مباراة اتحاد القادسية وكان القانون واضح إنها المباراة خطأ إداري لا تعاني طيب دكتور يعني بعد 26 يوم يعني هل أصبح على الاتحاد السعودي كرة القدم نويتجه إلى الفيفا لي يعني أخذ رأيه فيها القضية إذا خذنا بالاعتبار أيضا بأن الرابطة يعني ما يحق لها بأن ترفع إلى الفيفا وأن الاتحاد السعودي هو المخول بمخاطبة الجهات العليا اليوم هذا الحل النهائي يعني نقول لهم يا جماعة بسرعة خلصوا الموضوع قبل ما تمشي الجولات وهو حتى لو ما هم سألوا قلتك أنا في البداية الأمر وما عندكم والتخبطات تتليفون تتصلوا بالاتحاد في لجنة المسابقات أو القانونيين أو العدي حصل عندنا كذا كذا في المباراة يعطوكم الحل مع أن أنا أقول للكابتن حمد دبيخي ترى ما هي حال أنه أنا أثبتها هذا في قانون أريدي في قانون مكتوب إذا أخطأ كذا عليها كذا وهذا قانون دولي مو أنا اللي أسوي قانون في سعودي ما أسوي القانون في كرة القدم تسوي في نظامك في المباراة تسعى كذا عدد اللعيبة لكن قانون كرة القدم مكتوب موجود لماذا يرجعوا للقانون إذا أنتم مقتنعين بالقانون روحوا أشتكوا في الاتحاد الدولي أنا أقول لكم قال رئيس نادي الاتحاد أستاذ إبراهيم قال لي زمان سوف هنا هروحوا للاتحاد الدولي بالله لو يرجعوا الاتحاد الدولي يقولهم يا أخي الفقرة الفلانية في كذا تقول كذا هاي أسكتوا إيش يكون واشهنا إيش يكون خبرة هذه يعني التخبطات اللي قالها كابتن حامد أنه بدأت في اتحاد الكرة لأنه كمتخب لأنه نحنا كنا جدد كنا في قبل كده خمسين في المئة وبعد كده خبات عامة بس ما دخلنا صح ولا اشتغلنا صح عشان كده هذي مشكلتنا وبعدين الأغلبية اللي يعبوا كرة قدم اللي في هذه وعندكم حكام وعندكم طيب أخي أرجعوا للكتب اللي موجودة في القانون الكرة القدم وقالوا بعض الحكام إيش القانون ليه ما طبقتوا أنا قلت كل من يبغى يشرد ويرمي القضية على جهة ويقول لك والله أنا مو أنا اللي هم اللي يسوها وهذا قضية الجبن الموجود في المسؤولية في السعودية بأقولها عن بالذات بتكلم عن اتحاد كرة انت قوي بالقانون ما بتأخذهم أحد واحد زاحد سين هذا القانون روح روح الانتحاد دول اللي محل ما تروح طالما إذا أعدتها أو ما أعدتها نعم بالقانون طيح ليه خليت الآن انت القادسية طالب بمباراة عادة مباراتها مع الرائد وإيه مبنيا قضية على قضية مباراة سابقة مفيدة لمباراة صح أو لا كلام صحيح ولن ندري بعد في حال انه صدر قرار ايش ممكن يكون يعني مستقبلا بعد ما طولت السالفة 26 يوم طيب الفوضى ها تدل لك على إيه لا مؤاخذ واحد جهل في كرة القدم وقوانينها وأقول على في اتحاد كرة القدم السعودي مه اشتركوا في القناة